سورة الهد مكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوهي إلى نوه أنه ليؤمن من قومك إلا من قد عامنا فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك الظلم إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملع من قومه سخيروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يعطيه عذاب يخرزيه ويهل عليه عذاب مكيم حتى إذا جاء عمرنا وفعرت النور قلنا همل فيها من قل زوجين زوجين اثنين وأهلك إلا من سبك عليه القول ومنا من معه إلا قليل وقال الرقبو فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي تغفور الرحيم وحيا تجري بهم في موجن كالجبال ونادى ابنه وكان في معزلي يا ابنان يركب قمانا ولا تكون ما الكابرين قول ساوي إلى جبلي يأسمني من الماء قول على عاصم اليوم من عمر الله إلا مرهم وحلا بينهم الموجو فكان من المغرقين وقيل يارضب لا 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 اعيما ويا ساو يا سماو أكل وغيد الأماء وقل ديال أمر استوت على الجود الدوجود وقيل أيضا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وعنت أحكم الحاكمين قال يعنوه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذوك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمام مماماك وأمم سنمتعهم ثم يسموهم يمسوهم منا عذاب عليم تلك من عمباء الغيب نوهيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاسبر إن العاقبة للمتقين